مرحبا دكتور أحمد خير استشاري أمراض الغدد الصم والسكري سوف نتكلم اليوم عن الغدد الدرقية الهاجرة كما تعلم هناك بعض الحالات وهي نادرة جدا تكون فيها الغدد الدرقية في غير مكانها الصحيح وكما نعلم أن الغدد الدرقية موجودة في المنطقة الأمامية للعنق تحت تفاعة آدم أمام القصب الهوائية وهي شكلها تقريبا مثل الفراشة وتكون عندما تكون متضخمة تكون ظاهرة جدا في المنطقة الأمامية للعنق هناك قد تكون بعض الحالات عندما نعمل بعض الفحوصات قد تكون الهرمونات الغدد الدرقية الطبيعية أو فيها اختلالات زيادة أو نقص هذا لا يعني ولكن عندما نبحث عن الصورة بمسح ذري للغدد الدرقية أو بالنظائر المشعة نرى أن هذه الغدد غير موجودة أو قد تكون ضامرة جدا لذلك علينا أن نبحث عنها في مناطق أخرى هنا نبدأ البحث عنها بأن نعطي للمريض ما يسمى بالهول بادي سكان نعمل نعطي يود مشع بـ 31 ونصور كافة أنحاء الجسم ولكي نعرف أين هي هذه الغدد وخاصة في بعض الأحيان تكون وظائف الغدد طبيعية ولكن المريض يشكو من هذه الشكوى نعمل على إجراء هذه الفحوصات بعد عمل هذا المسح الكامل للجسم بالنظائر المشعة قد نرى أن هذه الغدد موجودة في مناطق معينة مثلا قد تكون موجودة في المبايد عند المرأة قد تكون موجودة في الرئاء قد تكون موجودة في أماكن أخرى من الجسم وهي حالات نادرة جدا نادرة جدا وأيضا هنا على ضوء هذه الحالة قد نصلها في بعض الأحيان لأنها من خوف أنها تعمل مشاكل في ذلك العضو أيضا هناك بعض الحالات قد تكون فيها الغدد وخاصة عند الصغار موجودة في مناطق في أعلى تفاحة آدم فوق الغدددرقية وهي ما تسمى بـ في هذه الحالة تعمل إزعاج عند الطفل وقد تكون ضاغط على منطقة قاع اللسان وقد تسبب له ما يسمى باللعثمة يعني الطفل لا يستطيع أن يتكلم جيدا ومن هذه الحالة تربك العائلة وتجعل الأهل يرافقوا إلى الطبيب وبعد عمل صورة بالنظائر مشاعية يتبين وجود هذه أو بالصنار غدددرقية وجود هذه الحوصلة الموجودة بتكون في أعلى الغدددرقية نعمل على استئصالها لأنه قد في غالب الأحيان لا يكون لها أي وظيفة وبنهاية الحديث نقول بأنه على كل إنسان يشعر على أنه فيه اختلالات أو شيء يتعلق بالغدددرقية أو يصاحب الغدددرقية أن يتوجه إلى خصائل الغدد والصمع وخصائل الأمراض الباطنية لكي يشخص الحالة بشكل جيد ويعطيه الوصف اللازم والضروري لهذه الغدددرقية وذي وذي شيء من كل شيء اشتركوا في القناة